أراك عارف مسافة الأمام بينك وبين العربية اللي قدناك؟ كم؟ 10 متر على حد لا مش 10 متر على حصل السرعة بتاعتك يعني 10 متر دي لو انت مش على 160 مش هتقف دي مش مسافة أمام هي بتحسب بان انت تبقى مص السرعة اللي على العدات نصائح يوجهها رجال الادارة العامة للمرور لقائد المركبات على الطرق السريع بهدف التوعية بأهم قواعد المرور للحد من الحوادث النتيجة عن رعونة قائد المركبات وعدم التزامهم بسرعات محددة ومسافات الأمان بين السيارات بنشد قائد السيارات في الأسبوع المروري بالمسافة الأمان ما بين السيارات التي أمامه والتي تقدر ب4 متر لكل 10 كم السرعة يعني لو ماشي على سرعة 100 يجب المسافة ما بينه بين السيارات التي أمامه 40 متر إن شاء الله بالإضافة لتوعيد قائد السيارات النقل بالسير أغسى اليمين وترك الحرى اليسرى لسيارات الأسرع منه في السيارات أبرز الحملات حملات الرادار على الطرق السريعة خاصة الموسمية زي طريق الطمال عين السخنة وطريق سندريا الصحراوي عندنا حملات على الطريق الدايري بخصوص منع النقل عندنا حزر للنقل من الساعة 6 صباحا للساعة 11 مساءا من مماطق الدايري الشرقي القطاع الشرقي كله من مماطق نفق الفريق سعد الشازلي لحد وصلة المريوتية والعكس قادم ومتجن حملات المرورية تشنها الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة بهدف ضبط المخالفات المرورية المتنوعة إلى جانب عمليات التوعية وهو ما أشاد به قائل المركبات حضرتك عشان مسافة الأمان ما بينه وبينه السيارات التي أمامك تعرف حضرتك المسافة دي؟ أعتقد حوالي 20 متر هي بتقص بالسرعة بتالي حضرتك 4 متر لكل 10 كيلو سرعة يعني حضرتك ماشي على سرعة 20 يوبا 8 متر لو ماشي على سرعة 100 في الطرق السريعة يوبا 40 متر ما بينك وبين السيارات الأمان شكراً يا فرنسي أنت تكون ملتزم يعني بالسرعة المقررة إذا كان فيه ضبابة أو شابورة برضو تلتزم بالكلام دوات ما تجذبش بنفسك يعني 80% من الحوادث على الطرق السريعة سببها قائد المركبات لعدم الالتزام بسرعة محددة أو قواعد المرورة من هنا وجب التوعية ومن لم يلتزم فهناك الحملات لضبط المخالفين ترجمة نانسي قنقر